في سفر اللويين إصحاح عشرين آية واحد وعشرين إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين وفي إنجيل متى إصحاح اتنين وعشرين آية أربعة وعشرين قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بإمرأته ويقيم نسلا لأخيه لماذا هذا التناقض يا صاحب السؤال لا يوجد تناقض أولا الآية الأولى لما واحد يأخذ مرأة أخوه وأخوه لسه ممتش زي مين هيرودس أخوه في لبس قاله شلل رباعي يعني تعتبر شبه إيه شبه ميت وطالت به العمر وطبعا هيرودس وهرودية بيحبوا بعض فاتجوّسها وأخوه لسه على قيد الحياة فدي تعتبر إيه نجاسة لكن في العهد الأديم علشان حفظ الأرض والمراس إن مات واحد وما خلفش أخوه ومزوط كذلك ومن ليس له سيف فليبع سوبه ويشتري سيف فقالوا يا رب ها هنا سيفان فقال لهم كفا ما المقصود بالسيف أولا المسيح يسوع لما جه يرسل إرسلية التلاميذ قال لهم ما تعلوش الهم لا تحملوا كيس ولا مزود ولا أحزية للطريق ولا حط عصايا ولما بعتهم ورجعولوا سألهم سؤال هل أعوستكم لشيء؟ هل أعوستكم لشيء؟ طبعا قالوا له لا قبل الصليب عشان هم هيسبوه ولا يروه فحب يوريهم أنا عايزكم تتكلوا على نفسكم بقى اللي معاه كيس فلوس يحتفظ بيها واللي معاه زاد يحتفظ بيه طب وانت هتسيبنا تروح فين؟ قال ارجعوا لكلمة الله اللي هي السيف لأن كلمة الله واخدالبال حية وفعالة كوامضة من كل السيف زي حدين ويقول لك يخرج من فمه السيف اللي هيب نار دي كلمة ربنا فبيقول ما ليس له السيف خلي بالكم في الكلمة فليبع صوبه ويشتري سيف ده كلام معنوي هل التوب يجيب سيف؟ تمن السيف يجيب لك خمس جلاليب خمس ساسياب السيف غالي جدا ده بيبقى معمول من ستال ستيل معمول من ستال ستيل طب ايه كلمة ما ليس له السيف فليبع صوبه التوب ده أنا علشان ايه؟ عشان يغط عريي فكلمة يبع صوبه يعني اتغطوا بكلمة ربنا ياريت في الفترة اللي أنا هغيب عليكم فيها ارجعوا لكلمة الله وقروها هتلاقوا كل حاجة تنطبق علي ولا عملوا حاجة من ده كله عارف قالوا له ايه؟ قالوا هنا سيفين ما تخافش وتقريبا اللي لقالها بطرس لان بطرس كان محتفظ بواحد منهم قالوا هنا سيفين من غير ما تقول احنا محتفين قال لهم ايه؟ كاروك الكلمة باليوناني كاروك يعني اسمطوا اسكتوا احنا مش داخلين حرب مش ياك في بيقولهم كفا يعني اسكتوا بقى افهموا اللي أنا بقولوا اللي أنا عايز اقولوا فده معنى الكلام اللي موجود موضوع